تجدد الصراع بين الكتل البرلمانية في العراق بما فيها تلك الموجودة في تحالف واحد على رئاسة الليجان مع استئناف جلسات البرلمان ضمن فصله التشريعي الثاني ودفع هذا الأمر إلى تأجيل عقد جلستين كانت مقررتين الأسبوع الماضي بينما قرر البرلمان رفع جلسته الأخيرة الأربعاء الماضي حتى أشعار آخر في إجراء يهدف إلى كسب مزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهمات بين زعماء الكتل بشأن رئاسة تلك الليجان وسط تهميش واضح للنواب المستقلين والمدنيين الذين تم أقصاؤهم حتى من عضوية بعض الليجان المهمة كاللجنة المالية ولجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع برلمانيون أكدوا وجود خلافات عميقة بشأن رئاسة الليجان وقالوا أن الخلافات وصلت إلى داخل التحالفات الواحدة ويشهد الإطار التنصيقي مشكلات داخلية بشأن رئاسة الليجان والحال نفسه في تحالف السيادة وتحالف العزم إضافة إلى الخلاف بين القوى السياسية الكردية البرلمانيون أضافوا أن الخلافات دفعت رئاسة مجلس النواب إلى تأجيل عقد جلسات البرلمان خلال اليومين الماضيين كما رفعت الجلسة الأخيرة الأربعاء الماضي حتى إشعار آخر بعد التصويت على إلغاء قرارات جلسات سابقة تخص توزيع النواب على الليجان البرلمانية الدائمة وإعادة التصويت مجددا على أعضاء تلك الليجان مراقبون اعتبروا أن الخلافات بين الكتل والأحزاب المتنفذة على رئاسة الليجان النيابية الدائمة دفعت إلى تهميش النواب المستقلين والمدنيين من رئاسة أي لجنة بل وصل الأمر لإبعاد بعض النواب المستقلين من عضوية بعض الليجان النيابية المهمة وأشاروا إلى أن الكتل والأحزاب المتنفذة بعد سيطرتها على الحكومة تريد السيطرة على البرلمان حتى تتحكم بالمشهدين الحكومي والبرلماني وهذا يعني استمرار عمليات الفشل والفساد بسبب المحاصصة والصفقات السياسية موسيقى